كابتن شريف ألف مبروك مبروك كابتن أيمن مبروك الصعود رمضان كريم نعيبة متأثرة جدا بشكلها بالصيام كده النهاردة عدينا من مباراة زي ما احنا قلنا مباراة سأل عليك لو قدرت التعامل بتفكير وتركيز دخل المرعب هي كرة اللي حصلت في الشوت التاني و30 كرة زيها كويس ممكن يبقى نتيجة اعلى من الهدف ده بكتير جدا بس دي انها كانت صح طبعا صح بس انت انا حاسس ان العيبة النهاردة يعني مش في مش في الكوة البدنية بتاعتها اللي هي بتنفذ وبتفكر حاسس كده ان الصيام برضو مؤثر كان والفطار بدري متأخر ودخول في مباراة زي دي حصلت لنا كلنا اللي بقى تقال شوية بعد عملية الصيام وكان فالحمد الله على النتيجة الحمد الله على التأهل ودائما النادي العالف كله بطولة خدها كان بيبقى من نفس هذا الشكل سنة الفاتحة والسنة القبلها كان من نفس هذا الشكل كنت بتروح تلعب دايما المستوى الاول اللي هو بيبقى الاول في كل مجوات وكسب كسب الوداد وكسب الترجي وعشان كده مباراة الزي ستبقى على ملعبنا مباراة الياب ستبقى على ملعبنا يعني او مباراة عندنا احنا طب هايل يعني انت لو ما بتبقى او مباراة عندك كويس يعني انت تقدر تعمل نتيجة كويسة جدا وتقدر تروح مستراحة وبعد انت بتلعب في بطولة افريقيا هنا زي هناك كل مباراة بظروفة كل وقتها وبين الوقت اللي رجالتك ولعائبتك سلام ارجو ان يكون في نفس يعني احنا بنتكلم دلوقتي احنا نلعب بي احنا نلعب كمان 48 ساعة ماتش اه وبعدها 48 ساعة ماتش وبعدين نخش 72 ساعة ماتش هتبدأ تلعب 4 ماتشات و4 خلال كل 72 ساعة ماتش كتمنى تلعب مين في دور الثمان عندك الترجي وعندك الوداد وعندك مين تاني وعندك الرجاء لاعب الرجاء ولو الرجاء اول او مجموعته اه كل دول او ايه مجموعته اه الرجاء والترجي والوداد اه الرجاء بالنسبة لنا يبقى قريب شوي وهم 8 فرع ايه انت واحد اما واحد واحد من الثلاثة رجاء والوداد والترجي اعطلت الرجاء اقرب لنا وصاندونز اول مجموعته رجاء اقرب لنا اتفركت مبارح على صاندونز وبتلعب بلوزداد الشباب الجزائري كانوا متاخرين بجول ولعبه على صاندونز لا اتفركت على الترجي وبلوزداد الجزائري وكانوا متأخرين بيجون الترجي الحياة عندهم قوان فرقة وعندهم عمود فقري كويس وعندهم درب كويس او كتب هذا الجايدي بلقى وعندهم سنترفيرو اثنين سنترفيرو والثلاثة بلعبهم وعندهم نص ملعب كويس تأخروا بهدف اول مباراة على طول بقوا نجوا الجيم وجابوا هدفين واثنين واحد الى ان مقدرش بلوزاد يرجع المتيجة الاثنين اثنين زي المباراة الاولى اللي كانت واحد واحد فعندك برضو تفرجت على الترجي على الرجاء الرجاء كويس ينمشي سمع قريبين منك يعني مش الانياب اللي هي موجودة في الوداد ولا حلو يعني انت ما تتمناش ان احنا نلعب الترجي او الوداد كل البطولات اللي خدناها لعبنا الوداد ولعبنا الترجي تفوقنا على الوداد تفوقنا تفوقنا اه تفوق بطولة الا اذا كنت هتلعب الفرقة الكبيرة كنت هتلعبها دلوقتي او هتلعبها في النهائية طبعا انت بتحاول تبقى الايام دي بتحضر مع فرقة في نفس الحالة البدانية بتاعتك في نفس الشكل ده وبين انت تاخد البور بتاعك في الانطلاق عندك سياسة كيفية ان انت تتعامل في الادوار دي النادي الايل الوحيد اللي بيبقى عنده كيفية في التعامل في الوقت ده ان شاء الله اه تلعب اي فرقة منهم تكون انت بس حالتك البدانية والاستشفى بتاعت لعبتك واثار كاس عالم اثار اي حاجة تانية مش موجودة وممكن ده الفرحة الاولى بالنسبة لجماهيرنا وجماهير النادي الاهلي خاصة يعني بالتأهل وبإذن ان انا دعلي كمل بإذن الله ربنا بإذن الله قادر على ان يكمل ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله شكرا